ماليكم نتكلم اليوم على موضوع جدا مهم وهو الزراعة المائية بالتفصيل وندخل بالذات بموضوع المحاليل طبعا الزراعة المائية هي نظام زراعي يتم في زراعة النباتات دون ما نستخدم التربة وبدلا عن ذلك نستخدم محاليل غذائية تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية اللي يحتاجها النبات للنمو والإنتاج وتعدم هذه المحاليل على مجموعة معينة من العناصر الغذائية بشكل صحيح حتى تلبي احتياج النبات في كل مرحلة من مراحل النمو وتتكون المحاليل المغذنية في الزراعة المائية عادة من مجموعة من العناصر الغذائية الرئيسية اللي يحتاجها النبات للنمو والإنتاج وتشمل هذه العناصر الغذائية الأساسية مادة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيم وإضافة أيضا عناصر غذائية أخرى مثل المغنيزيوم والكالسيوم والحديد والزنك والنحاس والموليبيديوم والكوبالت وتعتمد تركيبة المحلول المغذي على نوع النبات اللي تم زراعته ومرحلة النمو اللي تمر بها النبات ودغجة الحموضة ودرجة القلوية في محلول المياه المستخدمة وأيضا دغجة الملوحة في المياه وتم تغيير محتوى العناصر الغذائية في المحلول المغذي حسب احتياجات النبات الخاصة وتم تحضير محلول المغذي من خلال أن نخلط الماء النظيف مع المواد الكيميائية الخاصة بالمحلول المغذي وتتوفر هاي المواد الكيميائية عادة على شكل بودر مساحيق أو حبيبات وتم قياس مستوى الحموضة القلوية والملوحة والتركيزات المختلفة للعناصر الغذائية في المحلول باستخدام آدات خاصة لزراعة المائية تكلمنا اليوم على الزراعة المائية واستخدام المحلول تم أيضا قياس مستوى الحموضة والقلوية والملوحة والتركيزات المختلفة للعناصر الغذائية باستخدام متر اليقيس مستوى الحموضة والقلوية في المحلول وأيضا جهاز توصيلية PH وأدوات متخصصة لهذا الغرض مثل جهاز الكهرباء اليقيس مستوى التوصيلية الكهربائية في المحلول وجهاز المصورية الكهربائية اليقيس مستوى التوصيلية الكهربائية والملوحة في المحلول وأيضا عدنا جهاز تحليل العناصر الغذائية اليقيس تركيز العناصر الغذائية المختلفة في المحلول ويجب أيضا أن نحرص على تحديث المحلول المغذي بانتظام لأنه يتم استبدال المحلول المستهلك بمحلول جديد بانتظام هذا الشيء حافظ على صحة النبات وأيضا يجب علينا الاهتمام بمستوى الملائن للملوحة في المحلول وإذا كانت المحلول عالية جدا فممكن أنه تأدي إلى وإذا كانت الملوحة عالية جدا ممكن تأدي إلى تراكم الأملاح في النبات وتسبب مشاكل في النمو والإنتاج بشكل عام تعتبر المحاليل المغذية في الزراعة المائية طريقة جدا فعالة واقتصادية لزراعة النباتات وتساعد على تحسين جودة وكمية المحصول وأيضا يجب أنه يتم استخدام هاي الطريقة بحذر وفي إطار الاحتياطات اللازمة حتى نتجنب أي مشاكل صحية أو بيئية وأيضا يجب علينا الاهتمام بتركيب المحاليل المغذية بشكل صحيح وتحديثها بانتظام لتلبية احتياجات النباتات في كل مرحلة من مراحل نموها ووصلنا إلى نهاية الفيديو أشكركم على المتابعة وإذا عاجبكم محتوى القناة تشتركوا فعلوا جرس أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق معرف السلامة اشتركوا في القناة